اشتركوا في القناة ثلاثة حاجة ديكور خطوة متأخرة في العائلة لازمة عشان مش هتبقى لسه صرفت على عياتك ديكورات فانت هتنزل تجيب ديكورات واحدة واحدة كل سنة مرة يعني سنة تجيب اضاءة سنة تجيب ارفف سنة تجيب زرع من ايكيا تجيب غالي هتجيبش رخيص الحاجات الرخيصة في حاجات معينة لكن الغالي قدام مكتبك برا في المش عارف ايه لو هتجيب مثلا شاشة هتجيب شاشة لازم تكون كويسة مش مباكسلة شاشة مباكسلة طب استفدنا ايه خلاص ومهم بمناسبة الشاشة دي في الديكورات تكون عليها ميديوهات شغلة دي لنهار او كارتون او عالم الحيوان يعني الانيمالز بتتزم الاطفال جدا فهو فاري هاي كواليتي اتش دي فور كي فيلم جاي بونتا كده من على مثلا قناة مش عارف ايه تروح منازل فيلم وحط فهو بوصه على الاسد وبوصه على الفيل وهو يقعد يشغل ابنه لغاية ما انتظر الانتظار بتاعه الممل اللي هو ساعة ونص برا ها هو انتظار جامل بعد كده هتعرف ان هو ساعة ونص لما عندك عشرين عيان او خبصوش عيان في العادة الواحد انتظر ساعة ونص خشيك اقول لك ويقعد يعمل كده لو انت برا مسليه خلاص وابنه ما بيدغطش عليه ومش زهقان وبمناسبة القصة بتاع الديكور برده احنا في نقطة رقم ثلاثة مكنة اللي بان دي جيبتها ورده دي بقى الف ونص مكنة اللي بان يدخل جنيه طلع لبانه او يدخل جنيه طلع لعبة او يدخل جيه طلع شخصة اندورها اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة